وصلنا لحتى نحكي على موضوع كتير مهم عند أغلب الناس يلي بيصوموا كمان كتير منعرف سلمة أنه هذا الشهر مخصص للتهدئة النفس وبيزيد الألفة حتى بين البشر وبيخفف من الانفعال والعصبية يعني الواحد بيضبط حاله أكتر وبيعمل كنترول على عصبيته وتوتره أكتر ولكن ببعض الأوقات ما بيقدر يسيطر على هاي الانفعالات فبتأدي للمشاحنة والبغضاء جوا حتى جوا عيلته يعني بتشوفي أنه الساعات الأخيرة من فترة الصيام وقبل الأفطار تحديداً بتزيد عندهم هاي نسبة التوتر بسبب أكيد الجوع وممكن يفقدوا عصامهم بهذه اللحظات الأخيرة أو الدقائق الأخيرة وتصير عندهم مشاكل كتيرة أكيد حفاف بنسمع كثير جملات لحد يحكي معي أنا صايم رحي خلاص يعني هاي مبرر مسبق ما حدا يحاكيني يعني لأنه إذا صمت معنات وأنا بعصب أو أنا ما بقدر أتمالك نفسي مع أنه الصيام هو فرصة الإنسان المؤمن لحتى يتقرب أكتر من ربه لحتى يقدر يختبر هاي الفترة الطويلة من الوقت اللي هي بتعطيها الصبر والهدوء والطمأنينة لهيك اليوم رح نحكي أكتر عن الدعم النفسي وأهميته في شهر رمضان المبارك في كتير ناس ممكن تتخلص من عادات سيئة تقلي عن الدخال تتخلص من أحيانا النوبات الغضب وغير كتير من التصرفات بفضل شهر رمضان المبارك لنحكي أكتر عن هالموضوع بيصيرنا يكون معنا بالاستوديو الاستشارية النفسية والأسرية ولا لح لح صباح الخير رمضان كريم إن شاء الله شهر كريم علينا وعليكم ويعود علينا بالصحة والعافية على الجميع يا رب رمضان كريم عليك وعلى الجميع وعلى أسرتك إن شاء الله يا رب أهلا وسهلا فيك خبرنا بالأول نحنا عم نحكي عن الدعم النفسي يعني الصايم خاص نص بده دعم نفسي مضاعف شو أهمية الدعم النفسي ومين اللي ممكن يدعمه نفسيا للشخص الصايم هل هو ممكن يكون حدا من أفراد عائلته أو ممكن يكون حدا مختص بالدعم النفسي ولا كيف طوك هلا بالنسبة للدعم النفسي إذا بدنا نعطي تعريف بسيط وواضح للأشخاص اللي عم يحضرونا فهو تقديم كافة أشكال المساعدة النفسية ومشاركة العاطفية والإنفعالية إما لشخص أو لمجموعة من الأشخاص بحيث نقدم بعض النصائح بعض الإرشادات بعض الكلمات الإيجابية للي تشفي هذا الشخص أنا ذكرت كلمة تشفي لأنه هذا الشخص لما بيلجأ للدعم النفسي والاجتماعي فهو بيكون في عنده حالة نفسية صعبة بيكون عم يمر ببعض الضغوطات النفسية لهيك نحن لازم نكون كدعمين نفسيين على قدر هاي المسئولية نقدم الدعم النفسي بكل حب وبكل اهتمام ونكون على قدر المسئولية وناخد بعين الاعتبار الحالة النفسية والظروف الحياتية وكمان الحالة الصحية لهذا الشخص اللي طالب مننا الدعم النفسي أما بالنسبة لمن هو الدعم النفسي فكتير ممكن يكون ببعض الأحيان الدعم النفسي الأم أو الأب أو الأخ أو الأخ أو حتى الصديق أو ممكن زنيل بالعمل لأن الدعم النفسي هو شخص إيجابي هو شخص متفائل هو شخص واثق من نفسه فبعض الأحيان قد يفي بالغرض أن يكون أحد المقربين أو أحد الأصدقاء هو اللي عم يقدم هذا الدعم النفسي لكن في حال كانت الحالة النفسية صعبة أو متحولة لمرض نفسي أو لأضطراب نفسي فهون الأفضل أن نلجأ لدعم نفسي بيكون عنده دراسات، بيكون عنده مؤهلات، بيكون عنده خبرة حياتية فأكيد حيساعدنا بطريقة إيجابية أكتر و بطريقة أفضل تفيد صحتنا نفسي طيب أستاذة والأخين، نحكي اليوم كثير ناس بتبرر أنه نقص الغذاء أو الشراب لفترة طويلة يعني الجوع أو العطاش ممكن يكون هو سبب التوتر أو الحالة نفسية لأنه دائماً الناس بتربط مزاجة بالأكل مثلاً اللي بيدخين بيربط أنه أنا ما بيزبط راسي إلا إذا دخنت سيجارة وشربت فنجان قهوة فأخف الكفايين وخف النيكوتين فبالتالي هذا الشيء بيعطي تأثير بينما العلم بيقول لا أنه هذا الشيء عم بيخلص الجسم من السموم فألأي درجة ممكن يكون هذا التوتر النفسي أو الضغط النفسي اللي عم بعيشه هو سببه في ساعات الصيام برأيك طبعاً بالنسبة للتوتر النفسي فهو بيختلف من شخص لشخص آخر أولاً حسب الظروف الحياتية وحسب الضغوطات النفسية اللي عندها هذا الشخص يعني الشخص المرتاح يلي ما عنده مشاكل بعيلته أو بيعمله مرتاح مادية فبيكون عنده الضغط النفسي أخف نوعاً ما من شخص عنده مشاكل مادية عنده ساعات عمل طويلة عنده مشاكل ضمن عيلته حتى فبيختلف الضغط النفسي من شخص لشخص آخر لكن كلنا اليوم بيحاجة للدعم النفسي الاجتماعي كلنا بيحاجة للكلمة الحلوة كلنا بيحاجة لهذا الشخص يلي ضحكته ما بتفارق وشه وخصوصاً في شهر رمضان المبارك يعني نمط حياة مختلفة أو قاطعة مختلفة ممكن بعض الأشخاص يتخربط عندهم نظام النومي أو الفيئة في كتير أشخاص بتقلك أنا ما بتعش أو أنا ما بقدر أتعش فأجل شهر رمضان لازم نتسحر مثل ما ذكرت حضرتك بعض الأشخاص كانوا مدمنين مثلاً على الكافيين أو على القهوة النس كافي أو حتى على التدخين فيحاول هنا أن يستغلوا هذا الشهر ومو بس صيام عند الطعام والشراب لأ إذا بنعرف مفهوم الصوم فبدنا نصوم عن الثلاثة أمور يلي هي صيام العقل وصيام الروح وصيام النفس أنا لما بدي صوم بس عن الأكل والشرب فأنا ما رح أستفاد شي من الصيام مثل ما ذكرت أنه أنا صاين لحد يحاكيني بنحاول شوي نبعد عنها شوي نتحلى بالصبر ناخد الأمور بروح رياضية أكتر يعني صيام العقل أني أنا بععد عن الأفكار السلبية أبعد عن الأمور السلبية عن الأشخاص السلبين الأشخاص يلي ممكن يسببولي عصبية أما صيام الروح فنحاول نتقرب أكتر من رب العالمي نستغل هذا الشهر بالروحانيات بالعبادات بكافة أشكالها أما صيام النفسي اللي هو الصيام عن الطعام والشراب وعن الغرائز الجنسية فنحاول نحن نستغل هذا الشهر الكريم ونصوم صيام متكامل نحاول أدمى فينا ناخد الأمور بروح رياضية بروح تفاؤلية ونحب ببالنا أمر أنه كل الأشخاص كل البيوت كل الأسر عندهم مشاكل لهيك أنت مانك استثناء مو بس أنت صار معك مشكلة اليوم فرضا مو بس أنت صايم وجوعان وتعبان وعطشان لأ كل الأسر بتعاني من المشاكل بتعاني من الخلافة نحاول نحد من التفكير بهذه المشكلة نحاول نحد من التفكير بهذا الأمر السلبي ونحب ببالنا مثل ما أنا صايم وتعبان أو جوعان أو عطشان كمان غيري صايمين وتعبانين وجوعانين وعطشانين فمفلع الطرق من نية خلينا نعد للعشرة قبل ما نفكر أن نعصب خاصة بالساعات الأخيرة قبل أذان المغرب في أشخاص تلاقيهم بدون صيام وبدون ما يكون عندهم انقطاع عن الأكل أو بشهر رمضان تلاقيهم على طول بدون يأكلوا أو يشربوا أو يأخذوا مغزيات وفيتامينات لحتى تعطيهم شوية أنيرجي وطاقة لحتى يقدروا يكفوا حتى نهارهم برواء يعني في ناس ما بترواء إلا إذا أكلت وشربت تقولك أنا هرمون السعادة عندي بالأكل والشرب فهون قدي نسبة علاقة الغذاء بالطاقة الصحية والطاقة النفسية بالنسبة للطاقة الغذاء وعلاقته بالصحة النفسية وبطاقة الإنسان فارتباط كتير وثيق يعني ما فينا نفسرون عن بعض لأنه مثل ما ذكرتي في أشخاص بتقولك أنا ما بس حصبها إذا ما شربت فنجان أوهو أو إذا ما شربت كاسة نسكافي فهذا الأمر علميا هو إعتياد هو تعود الجسم على مادة الكافيين يلي بتعطي الأمر لدماغ أنه بور أقلع من أول وجديد استعاد لنهار جديد هلأ في بعض الأطاقة بتعطينا شعور بالسعادة أو بترفع مستوى هرمون السيروتونين ضمن الجسم يلي هو مسؤول عن إفراز بعض المواد العصبية ضمن ناقلعة الحسيين كان بالمخ يلي بترفع وبتزيد من مستوى هرمون الإدرانيليين يلي هو مسؤول عن السعادة مثل الشوكولات الغامقة مثل التوت البري فهدول المادتين أو هدول النوعين من الأغذية هنين فعليا بس نتناولون بيعطينا شعور بالسعادة بيعطينا إحساس بالسعادة وكمان بتختلف هلأ في بعض الأشخاص تقول لك أنا أفضل هذا الطعام وأفضل هذا الطعام في أشخاص تقول لك أنا نباتية يعني بستمتع أو بحس حالي سعيدة بصحة من سلطة مثلا وحتى علميا النبات الخضراء وخاصة الأوراق خضراء مثل الخس البقدونس الجرجير فهي بتعطينا شعور بالراحة النفسية بأن النباتات الخضراء هي عم تنشط كتير هرمونات ضمن الجسم حتى بتساعد بتجديد خلايا البشرة وبتعطي أمر للدماغ أنه شوي تعديل الموت شوي تعديل المزاج يعني في بعض الأطعمية قد تساعد بتعديل المزاج وفي بعض الأطعمية بالعكس يعني كمثال تاني عنا فول الصوية فين نجيبهم أي محمصة على بالنسبة لفول الصوية هو بيزيد نسبة الذكاء بيحفز الذاكرة قصيرة المدى يعني فرضا أنا عندي امتحار من الأشخاص اللي بدرسوا اليوم بنسى مكرا ففينا نأخذ نحن هرمون نأخذ فول الصوية على الري لأن فول الصوية بيحفز الذاكرة قصيرة المدى بيزيد نسبة الذكاء بيساعدنا على التخلص من موضوع الذاكرة القصيرة اللي هي مسؤولة عن المسيان أو التذكر وكمان بيحفز مستوى هرمون الأنوثي يعني إذا بدنا نعطي بعض الأمثلة هي ذكرنا الشوكولات ذكرنا التوت البري وكمان ذكرنا فول الصوية والنباتات الخضراء هذول أبسط الأمثلة وبتناول أيدي الجميع أكيد أستاذة ولاء اليوم ما خلينا نحكي شوي عن البيئة المحيطة أداية بيتأثر فيها الإنسان بشكل عام والصائم بشكل خاص وأداية هي بتأثر كمان بتأثر فيه يعني اليوم نعرف إذا شخص ببيئة عمل ممكن يكون ردات فعله مختلفة عن شخص ضمن عائلته وفي ناس للأسف بتأخذ شهر رمضان تقول لك أنا ما بدي أنزل عدم ما بقدر اختلت بحدا ما بقدر اتحمل حدا وخصوصا بيشتغلوا شغل خاص طبعا وعندهم رفاهية عدم الذهاب إلى العمل خلينا نحكي عن هذا التفصيل بالذات تمام هلا بالنسبة للأشخاص اللي بقلوا لك إن أنا شهر رمضان ما بدي أقرب على حدا فهذا أكبر غلط أو أنا أكون إيجابي ضمن شغلي وشخص سلبي شخص عصبي جدا سريع لإنفعالات ضمن عائلتي فإحنا نحاول إدماء في أن نكون إيجابيين بالمطلق إيجابيين بأفعالنا بأعمالنا بنواينا حتى بتفكيرنا نكون أشخاص إيجابيين ما فيني أنا أكون إيجابي مع شخص وسلبي مع شخص تاني أكبر غلط أنه أكون مثلا حدا كتير متفائل حدا كتير بشوش ضمن شغلي وأنا ضمن بيتي عكس تماما هذا الشخص اللي موجود بشغلي لأنه هذا الأمر رح ينعكس عليه أولا أكتر ما ينعكس على الأشخاص الآخرين باللاشعور وبالعقل الباطن هاي الردات الفعلة العصبية يلي عم أظهرها ضمن البيت مع عائلتي رح تظهر بشكل لا مباشر وبطريقة لا إرادية ضمن العمل أو ضمن أصدقائي بالعمل ممكن عصبية يعني ممكن نصير موقف صغير ضمن العمل فبطريقة لا إرادية باللاشعور تظهر هاي الردات العصبية تظهر هاي الحالة الانفعالية يعني قد ما حاولنا نخفي ردات فعلنا كون إيجابيين بمكان وسلبيين بمكان تاني فرح تظهر يوم ما إلا ما نوقع يعني فلهيك نحاول إدمى فينا نحنا نكون الأشخاص الإيجابيين يعني كلنا عنا هاد رفيقي اللي ضحكة ما بتفارق وشه منقله بالعامية والله القاعدة معك بترد الروح طب نحنا نكون هذا الشخص نحنا نكون المتفائلين نحنا نكون الدعمين النفسين لأنفسنا بالأول يعني في مقولة بتقول إن لم تكن نوراً لنفسك فلن تضعك كله أنوار الكون أنا بيتبلش من ذاتي بيتبلش من حالي فيني ببداية يوم يدخل توكيدات إيجابية توكيدات تعطيني شعور بالسعادة هالأمر رح ينعكس على صحتي من نفسي رح يعطيني شعور بالسلام الداخلي بالطبعيني يعني مثلاً أنا ببداية يوم أول ما فيه إمن النوم قبل ما بلش بعجقة الحياة واركد بضغوطات الحياة بلش مثلاً أنا شخص سعيد ومتفائل مثلاً أنا شخص ناجح بعملي وسأجذب هذا النجاح لحياتي بشكل عام ندخله بشكل يومي يوم بعد يوم رح نجذب هاي الأمور كلنا لحياتنا ليش؟ لأنه عقلنا الباطن متل ما نحنا منبرمجه متل ما نحنا منعوده بيتبرمج إذا بنعطي مثال عن الداعم النفسي الإيجابي فأفضل مثال هو دور الأم والأب يعني الأم والأب بالتربية والعطاء والمحبة مع الأبناء من هنه نو صغار لحتى يكبروا قديش فيه تعاب قديش فيه صبر قديش فيه معانا قديش فيه عطاء عطاء بشكل مبالغ فيه فهذا الدور دور الأب والأم هو أفضل مثال على تقديم الدعم النفسي الاجتماعي الله يساعد الأب والأم على تحملهم لأولادهم يعني هنه كمان نفس الوقت بيعلمون الصبر بس هنهن كمان بنفس الوقت بحاجة لحتى نحنا كمان نكون داعمين نفسيين لألون ببعض الأوقات مو على طول المسئولية عليهم فهون بتلاقي الشخص قدما كان عنده سلام داخلي وإلفة ومودة ومزاجه رايق على الآخر بتلاقي أنه خلص أنا ماشي بحالي بهذا العالم فبيجي الشخص بتصير معه موقف أو بيجي شخص بيعكله كل مزاجه طول اليوم أو بيخليه يعصب ويفقد سيطرته على انفعالاته وممكن توصل معه المرحلة لأنه يفتر خصوصا إذا كان مدمن بدخين أو بطاق قهوة أو شاي أو كافين فهون قدامهم تواجدنا نحنا ببيئة إيجابية يعني الأشخاص اللي حوالينا قدامهم كان يأثروا علينا سلباً أم إيجاباً؟ طبعاً إذا بنشبه جسم الإنسان فنحن بنشبهه بالإسفنش بيتأثروا بيأثر بالأشخاص اللي محيطين فيه فأنا لما أكون إيجابي لما أكون شخص متفائل لما أكون داعم نفسي لذاتي أولاً وعطول ضحكت عوشي فبالتالي الأشخاص اللي محيطين فيني إن كان عائلتي أو أصدقائي أو أصدقاء العمل رح يتأثروا بهذه الإيجابية رح يتأثروا بهذا الشعور من السعادة أما لما أكون شخص سلبي شخص عبوس شخص دائماً تفكيري سلبي نظرت إلى الأمور متشائمة فبالتالي لحين عكس هذا الشي على الأشخاص المحيطين فينا لأن طبيعة جسم الإنسان مثل المغناطيس هو يؤثر ويتأثر بالأشخاص المحيطين فيه لهيك من لاحظ أغلب الأشخاص الناجحين بتلاقي بتربطهم ببعض صلة معينة إما عمل أو قرابة أو ممكن زمالة بعيداً عن العمل وحتى الأشخاص السلبيين والأشخاص المتشائمين كمان نفس الشي يعني مثل ما نقول بالعامية الطيور على أشكالها تقع فنحاول نحن نبلش من ذاتنا يعني نحن هلأ خلال شهر رمضان الكريم فيه نستغل هذا الشهر مثلاً نمارس بعض الرياضات الغير مجهدة مثل المشي أو نطلع على الطبيعة ناخد هوا نظيف نشوف اللون الأخطر نكال نباتات أو أشجار هذا الأمر رحيغد علينا بالراحة النفسية فينا كمان مثلاً القراءة قراءة بعض الكتب قراءة بعض الروايات طبعاً اللي بتحمل طابع إيجابي بعد عن السلبيه أدما فينا فأكبر غلط أنه والله أنا صايم لا حظة يحاكيني لا نحن نحاول أدما فينا نستغل هذا الشهر لناخد الأجر والثواب الكامل من هذا الشهر ممكن كمان ممارسة بعض العادات الأسرية الاجتماعية النقاشات المطولة يعني أحشي برمضان هيك وقت الفطور بتلاقي كل العيلة مجموعة على طاولة السفرة فهذا الأمر بعزز التكافل الأسر الاجتماعي وبالتالي التقرب أكثر من العيلة والتقرب أكثر من الأهل مما يؤدي إلى السلام النفسي والداخل أكيد بختم حديثنا لليومنا نتشكرك على وجودك معنا لحلة حلوة أنت الاستشارية الأسرية وبالصحة النفسية شكراً كتير إليك ورمضان كريم نعاد عليك يا أول مجديد شكراً لحضرتك أعطيكم ألف عافية ونصالة رمضان كريم على الجميع يا رب أهلاً وصهلاً فيك أهلاً في صباحنا